تظهر أبو باقر سلام عليكم شيخ فراج وعليكم السلام حياك الله أولا يجب أن تكون يعني أعصابك شوية هادئ وأرجو أن تبتعد عن سياسة قطع الاتصال شوف يا أبو باقر مو أقطع الاتصال أقطع الرجلين حشهم بعد يا الله يا رب دخلك أنت يعني معنات لا لا بقول لك ليش أنا شغل الثعلب ما يمشي معي أنا اللي بيصير معي يصير أسد يواجهني أسأل يجاوب يسألني أجاوب أما إفرفر مثل الثعلب أنا ما أضيع وقتي مع ثعلب مراوخ زئبقي عربت شلون كن أسد وواجه ولن أقطع لك شيء فضل قال ربك للملائكة أني جعلهم في الأرض خليفة قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسكت ما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني أعلموا ما لا تعلموا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين ركز على قضية هؤلاء وعرضهم وليس عرضها عرضهم ايه يا للإفلاس لا شيء براج كمل 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 اللي حطيته التين والزيتون الأئمة بتحط هذه كمل كمل هذه آيات صريحة وواضحة بأن خلفاء الله سبحانه وتعالى عرضهم على ملائكته وأمرهم أن يسموهم ولكنهم جاهلوا فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وقال يا الله أنا أخلاص أريد أن أقرأها على الصحيح في اللغة العربية فقال يا آدم أنبئهم بأسمائها الحجارة والجبال والأنهر والتماثيل والحيوانات والأشجار أنبئهم بأسمائها حتى أخطئ القرآن لا أقول أنبئهم أنبئهم بأسمائهم وبعدين شلو صار بعدين شلو صار اللي صار أن هؤلاء مخلوقين قبل خلق آدم خلك معي يا أبو باكر أولا قال الله عز وجل نعلم آدم الأسماء كلها كلها هنا عائدة على ماذا يا أبا باكر عائدة على اللفظ وليس على المعنى إيما خالد تكون على اللفظ تخاطب بضمير سؤالي علم آدم الأسماء كلها الأسماء ماذا الأسماء كلها يعني على لفظة الأسماء أسماء الخلفاء وليس المعنى لو أراد المعنى كلهم سؤالي الأسماء كلها كلها يا أخي إني واضح الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة حول أي شيء حول الخلافة حول الخليفة ما دار حول أسماء الأشياء وتعليم أسماء الأشياء وكذا وكذا يا جهلكم العريب أنتهيت؟ تفضل جميل أولا إخواني في الله كتب التفسير الشيعية تقول يعني بعضها تقول مقالتنا أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل علم آدم جميع الأسماء وقبلها خليفة هنا أي بشر يخلف بعضهم بعضا كما جاء في آية أخرى بلفظة خلائف أي يخلف بعضكم بعضا خليفة أي من يأتي بعد الماضي الرجل الذي يأتي بعد الذي يذهب قبله هذا هو الخليفة في اللغة فالبشر يخلف بعضهم بعضا إلى يوم القيامة إني جعلهم في الأرض خليفة أي بشر يخلف بعضهم بعضا خلق آدم ومنه ذرية وأبقاهم إلى يوم القيامة هذه أولا خليفة ثانيا يا علامة زمانك يا حبر الأمة يا أبا باقر يلي قاعد كأنك في حسينية وانت عند أهل السنة آدم لما نزل خليفة على من؟ يا أخي كان آدم ما كان معني بالخلافة ما كان معني بهذه الخلافة هذه الخلافة لم يكن معنيا بها آدم لا غيرت الحين ليش غيرت؟ موجد خليفة خليفة بمعنى خليفة ورجح لتستدل أن المقصود بصدقه أيضا خلافة الأئمة يالله خليفة اشمعناها هنا؟ الخليفة هنا هو المفوض له الأمر الكون يعني خليفة الله آه مفوض أمر الكون وخلائق طيب من هو الخلائق اللي كان في زمان آدم؟ حبيبي آدم ليس مقصوداً بهذه الخلافة وإلا لو كان آدم مقصوداً بهذه الخلافة لماذا قال أمبيهم بأسماعي؟ جاوبني الآن طلعت آدم يا أخي آدم في الآيات أنت ارجع إلى الآيات لما عرضهم آدم كان موجود والحوار كان يتعلق بالخليفة هذه سؤال فك هذه منين جايبها؟ الآيات صريحة طيب جاعلهم في الأرض خليفة يعني أو فوضى بإدارة الكون يعني؟ نعم هذا المفهوم من ذلك آدم عليه الصلاة والسلام فوضه الله عز وجل بمعرفة الحلال والحرام نعم هذا شيء وضح جميل جداً ليش أكل من الشجرة؟ هذا قبل نبوته لما قال إني جاعل في الأرض خليفة كان قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة وأصلاً أصلاً أنت لو ترجع لا 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 جاوب أصلا أصلاً أجلها لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ لازال ليس نبياً لأن هذا الحوار دار بين الله وبين الملائكة والآن اتجعل أشكر أبطل تقولك إذن لما قال إني جعلهم في الأرض خليفة لم يقصد منها ما تزعم أنت إذن قبل تكليفه وفق ما تدعي أنت إذن المقالة يا أبا باكر كلها في شيء سهل وبسيط أنتوا الآن يعني أعوذوا بالله تستكبرون عن قبول الحق استكبار الكفار بالجاهلية لا تقاطعني لاحظوا أخواني ادعى أن آدم عليه السلام فوضه الله بالخلائق بيموجب ماذا بيموجب الآية ثم زعم أن الأكل من الشجرة كان هذا قبل أن يكلف مع أن الخلق خلق آدم سبق الأكل من الشجرة قطعا انظروا التناقض دين مهلهل الأمر الثاني إني جعلهم في الأرض خليفة قلنا بشر يخلفوا بعضهم بعضا ولذا كان إشكال الملائكة إيش قالوا أتجعل فيها من كمل من يبسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك لحظة هل الأئمة يسفكون الدماء الأئمة يسفكون الدماء بأمر الله ليس بخلاف أمر الله هناك من يسفك بخلاف أمر الله أسمع الله يا ديك أسمع أتجعل فيها أسمع الله يا ديك من يفسد فيها الأئمة يفسدون لا الأئمة لا يفسدون إذن الناس اللي الله بيحطهم خلائف في الأرض من صفاتهم أنهم يفسدون ويسفكون الدماء وأول من سفك الدماء ابن آدم قابل قتل هابين صحيح صحيح حلو جدا يعني البشر اللي الله بيخليهم خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا بحسب فهم الملائكة قالوا أتجعل فيها إني جاعل في الأرض خليفة الجواء أتجعل فيها إني جاعل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن البشر الذين سيجعلهم الله في الأرض ليسوا بمعصومين بدلالة أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء شفت أنك مفلس وأن إمامتك ما تسوري عليه في رأيك هذا يكون رأي الملائكة أرجح من رأي الله وأصوب من رأي الله لأن هي التي قالت تجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء والناس أفسدت وسفكت الدماء إذن رأي الملائكة كان أحق من رأي الله والعياب بالله لماذا اعترض الله وقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون أي المصالح والمفاسد الله أدرى بها أرسل في هؤلاء البشر من يقيم الحجة من الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب من آمن وفق ومن كفر أعرض فالله عز وجل ما تركهم يفسدون ويسفكون الدماء لا أرسل إليهم من ينظم لهم أمرهم أم الأنبياء والمرسلين واقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد الخير والشر في بني آدم سجلوا هذا ثاني هذا معمم ثاني ولا رح يقتربهم صار البحث وين؟ آدم والملائكة أولئك يقول لك أن بيقوني بأسماء هؤلاء هؤلاء يعني الأئمة من وين جايبهم؟ ولكن الأئمة ما ذكروا في القرآن عندك الأنبياء ذكرت أسماؤهم لو قال قائل الأنبياء يلا شنون تطلع منها؟ الله ذكر أسماء الأنبياء في القرآن أئمةك مو مذكورين في القرآن الذبابة والبعوضة والنملة والنحلة مذكورة الكلب والخنزير والخيل والبغال والحمير ذكرت في القرآن هل إمامتك هذه المخترع على أهل بيته؟ المكذوب على سيدنا علي وأهل بيته؟ أليست أهم من هؤلاء؟ من الحشرات؟ يا مفلسين حطيتوا الله بعد ذاكرهم يتتبعون المتشابه لاحظوا ما عندهم شيء محكم أبدا ولا يستطيعون اقروا معي يا أخواني بس عشان أجيب لكم تفسيرها من كتاب طبرسي قال والجواب إنه على معنى الجواب فيما سألوا عنه من خلق من يفسد ويسك الدماء على وجه التعريض دون التصريح لأنه لو صرح بذلك لقال لقال سبحانه يعني خلقت من يفسد ويسك الدماء لما أعلم في ذلك من المصلحة لعبادي شايفين؟ فيما كلفتم يا فدل سبحانه الإحالة بالجواب على العلم بباطن الأمور وظاهرها أنه خلقهم لأجل علمه بالمصلحة في ذلك ودلهم بذلك على أن عليهم الرضا بأمر الله والتسليم لقضائه على الملائكة لأنه يعلم من الغيب ما لا يعلمون ويعلموا من مصالح في دينهم ودنياهم ما لا يطلعون عليه فإن قيل فأي شيء في تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها مما يدل على علمه بالغيب فالجواب قيل إنه تعالى علمه الأسماء كلها بما فيها من المعاني التي تدل عليها على جهة فتق لسانه بذلك وإلهامه إياه فهي معجزة أقام الله تعالى للملائكة تدل على نبوة وجلالة قدري يعني آدم بما اختص الله به من العلم الذي لا يوصل إليه إلا بتعليم الله عز وجل ودلهم على ذلك بأن قررهم أولا فأقروا إلى آخر ما قال قال أسماء الأئمة قال بل أسماء كل شيء المخلوقات علمه أسماء المخلوقات واحتج بها على الملائكة إني أعلم ما لا تعلموا واضح هذا قال لك أسماء الأئمة أراد أن يقول أنك أشكلت علينا أن الله خلق الخلق وأمرهم بطاعة الأئمة وفوض للأئمة أمر الحلال والحرام والتشريع معلوم أن إبلاغ الشريعة للأنبياء والمرسلين وليس للأئمة ولا يوجد شيء اسمه أئمة أصلا في دين الإسلام بالمفهوم الشيعلي 12 فقال لك آدم الله فوضه خلقه وقال يلا حلال حرام ورح يلعب بالآية عشان انتصر لإمامته